وبالتأكيد فيه أعارى العدد من اللاعبين أيضاً للفترة الجاية نادي الأهل هيعلنها تباعاً خلال الساعات القادمة أيضاً جزء مهم جداً وهو شاغل بال كل الناس عبر السوشيال ميديا كأس العالم للأندية هيتلعب فين؟ في البداية الاتحاد الياباني لما نشر موعيد مقترحة للبطولة كلنا كنا عارفين طالما الاتحاد الدولي فيفا ما نشرش يبقى كل هذه الموعيد موعيد مقترحة مبدئية غير مؤكدة إلى أن أعلن الاتحاد الدولي أن اليابان لن تنظم كأس العالم للأندية بسبب تفاصيل كتير هي جزء منها جائحة كورونا لكن أيضاً كمان فيه جزء مد وتسويقي يمكن اليابان خارجة من أولمبياد تا توكيو وفيه خسار مالية كبيرة جداً بسبب عدم حضور الجماهير وكأس العالم الأندية من البطولات تحديداً اللي لازم يكون فيها ضمان مالي اسمعوا الرقم ده لا يقل عن 30 مليون دولار الاتحاد الدولي بيطلب من ضمن شروطه أن أي دولة أو أي اتحاد بيطلب تنظيم كأس العالم للأندية لازم يضع ضمان مالي لا يقل عن 30 مليون دولار هذا الرقم بيتم صرفه على تجهزات الملاعب ومقر إقامة الفرق وملاعب التدريب والانتقالات وكل التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالبطولة لكن الفيفا بيطلب هذا الرقم الضخم عشان أثناء البطولة إذا كانت فيه أي أمور متعلقة بالتفاصيل ملايح يكون فيه رقم بيقدر يغطي كل هذه التكلفة على مدار البطولة من أول وصول الفرق لحد ختام البطولة خلال الساعات الأخيرة ويمكن أنا نبرح في حلقة الأمس نوهت كده بدون الدخول في تفاصيل أن جنوب إفريقيا من ضمن الدول اللي قد تكون جاهزة لاستضافة كأس العالم للأندية خلال الفترة اللي جاية كانت كل الترشحات والأخبار الواردة بخصوص تنظيم كأس العالم بعد اعتذار اليابان رايحة في اتجاه الدوحة أو الإمارات أو السعودية هي الإطار ده لسه موجود لكن ظهر اسم جديد وهي جنوب إفريقيا إيه اللي حصل خلال الإسبوع الماضي عشان النهاردة يطلع رئيس اتحاد جنوب إفريقيا داني جوردون في تصرحات لي يقول فيها نصا إن جنوب إفريقيا هتطلب تنظيم كأس العالم للأندية خلال الفترة اللي جاية طيب إيه اللي حصل إيه بالزبط الإسبوع الماضي جنوب إفريقيا كانت بتستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات المسابقة الأولى اللي بتتعمل في هذا النظام تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وحضر فاطمة صمورة الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الاجتماع وقدمكم هذه الصور الخاصة من زيارة فاطمة صمورة لملاعب جنوب إفريقيا وزيارتها الاتحاد جنوب إفريقيا ومعها حتى في الصورة داني جوردون وأيضا كمان هوكو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا حصل اجتماع مع رئيس اتحاد جنوب إفريقيا وحصل اجتماع مع وزير الشباب والرياضة في دولة جنوب إفريقيا على عدد من التفاصيل اللي ممكن جنوب افريقيا الفترة اللي جاية تستضيف احداث رياضية ابرزها كأس العالم للسيدات بعد اربع سنوات وايضا كأس العالم للاندية اذا رغبت دولة جنوب افريقيا في استضافة البطولة خلال الفترة اللي جاية ولكن بشرط يكون فيه ضمان مالي وضمان حكومي باستضافة البطولة وايضا بامكانية حضور جمهور وده الجزء اللي خلي اليابان بعيد تماما عن فكرة استضافة البطولة طيب الناس تقوللي ان جنوب افريقيا حاليا ونصف من حضور الجماهير في جنوب افريقيا بسبب جائحة كورونا رئيس التحاد جنوب افريقيا اعلن ان هيكون فيه حضور جماهيري من خلال الجماهير اللي حصلت على تطعيم فيروس كورونا خلال الفترة القاضية الماضية وكمان الحضور هيكون مجاني للجماهير من خلال تذاكر ودعوات هيتم طرحها من اتحاد جنوب إفريقيا إذن جنوب إفريقيا أعلنت بشكل رسم النهاردة من خلال داني جوردو الرئيسي للاتحاد رغبة بلاده في استضافة كأس العالم للأندية في تصرحات تنقلاتها طبعا وكالة زورتش بريس الأمريكية بعد اجتماعه مع الأمين العام للفيفا فاطمة سامورا صحيفة تاكيك أوف الجنوب إفريقيا قالت أن الرئيس الاتحاد القرى هيعقد جلسة مع المسؤولين خلال هذا الأسبوع للحصول على الموافقة الحكومية للصدافة البطولة المبارح كنت نوهت وقلت زي ما أكدت في البداية جنوب إفريقيا دخلت في الملف عشان تصديف البطولة الاجتماعات اللي تمت والصورة اللي عرضناها دي كانت الأسبوع الماضي على هامش نهاء دورة أبطال إفريقيا للسيدات اللي بالمناسبة فاسد بيها طبعا فريق سانداونز هو اللي هيكون موجود في مصر الشهر 11 اللي جاي عشان يشارك في دورة أبطال إفريقيا للسيدات اللي بيتنظموا مصر الأول مرة ويكون نادي وادي دجلة بينظم هذه البطولة فبالتالي حصلت اجتماعات زيارة مهمة للفاطمة سامورا شفتوا بالتأكيد الصور اللي تمت في ملعب سكر سيتي والملاعب اللي عتكون مصطدفة لكأس العالم الأندية وفي الختام نادي سانداونز هو اللي هيكون ممثل لجنوب إفريقيا في حال أن جنوب إفريقيا هلها تنظم كأس العالم للأندية لأن نادي سانداونز هو بطل دوري جنوب إفريقيا في الموسم الأخير هل يواجه الأهلي؟ لن يواجه الأهلي القرعة معروفة بيبقى بطل الدوري بيواجه فريق من أوكيانوس لكن بطل إفريقيا بيكون في اتجاه فرق أخرى مع إجراء المراسم القرعة ومع تحديد الفرق الفطة جاء لسه ما تحددش عدد الفرق التي تهلت ولسه فيه كذا فريق الفترة اللي جاي دي كل التفاصيل متعلقة بكأس العالم للأندية